السلام عليكم ازايكم انا شافتلك ان الرئيس الصيني رايح مش طب ايه التفاصيل وبيتكلموا على ايه بالزبط موضوع غريب او الاغرب خلي بالك امبارح وحدات من الجيش البلاروسي تحركت على الحدود مع اوكرانيا فاول تحرك بعد اخطاب فوتن امبارح اللي طلع اعلا فيه عن تعليق العمل باتفايد نيونو ستوال برضو مش بس كده النهاردة روسيا وبوتن سحبوا الاعتراف رسميا بواحدة مولدوفا ايه الكلام ده وانك بيحسب بالزبط في اوكرانيا ماستعرف؟ حاوله شان اقولك لازم احكي لك بكوص من قوي هي زيارة تقول الصين انها لتقديم رؤيتها بشأن مبادرة الامن العالمي قلقنا يستند الى معلومات تفيد بانهم يفكرون في تقديم دعم مسلح وقد اوضحنا لهم العواقب الوخيمة التي قد تترتب على علاقتنا اوكرانيا ستصمد وستعيش الديمقراطية في ربوعها قبل واخش في الموضوع قبل وكشف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باترهاوس عامل منتجع في العين السخنة اسمه في تعلق تأنسب فرصة استثمارية خاصة لما تيجي تبص وتسمع العروض اللي هو عامله زي ما انت شايف البنوك دلوقتي عرضه شهادات بنسبة 25% باترهاوس عامل لك نفس العرض برضه انت هتدفع مقدم تعاقد بنسبة 25% من قيمة الوحدة وكمان هتاخد خاصم 25% على كل لقصات الباقية على الوحدة مجرد بس تدفع 25% الباقي كله عليه تخفيق 25% كمان واللقصات دي هتكون على خمس سنين كمان يعني مش على سنة مش فترة او ليلة لا خمس سنين محدش خسرت فلوسه في العقارات ابدا العقارات هو من انسب خيارات الاستثمارية الموجودة في سوق مصر حاليا وارشح لحضرتك منتجة عفيدالة لان هو من اقوى المنتجات الموجودة في مصر وموجودة في العين السخنة حاليا هو هتنسى ان نسب المباني اللي فيه تقدر ب18% فقط والباقي كلها لاجونز وحضائق وخدمات كتيرة جدا موجودة هتلاقيها في المنتجة ده الجديد عند باترهاوس ان انت دلوقتي لو من خارج مصر او من دولة خارجية وعاوز تتفقد وحدتك اللي انت اشتريتها بلاش يعني بص تيجي بقى من الحتة اللي انت عاوزها تيجي تشوف الواحدة اللي انت اشتريتها عاملة ازاي ببلاش تماما باترهاوس من افضل من طورين العقاريين هسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو ولو حابب تتواصل معاهم فرصة استثمارية لها تعود خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول ايه اللي بيحصل بالزبط الحقيقة من مبارح النهاردة ما حصلش كلام كتير لاني خلي بالك مبارح بوتين طلع وكان كل الامال معقودة على ان خطاب بوتين ده حيهد الدنيا بص بعد هيعلى الحرب شاملة وغزب كبير وبتاع كل اللي قاله تعليق العمل باتفاقية نيو ستارت وهي اتفاقية للحد من الاسلحة الاستراتيجية العابرة للقارات او والحقيقة الاتفاقية دي كانت مهمة جدا للحفاظ على التوازن في عدم انتشار الاسلحة النووية لاني خلي بالك اقوى قوة نووية هي امريكا وروسيا فلما يبقى في بينهم معاهدة للحد من الاتفاقية النووي بس حيه ده الحاجة الوحيدة اللي واقف عندها الاعلام وعمال يكبر فيها برضو هو تعليق العمل باتفاقية نيو ستارت عالجانب الاخر طلع بايدن مبارح وخطب خطاب قوي جدا في بولندا بس حيه قبل خطاب بايدن اتصرب فيديو عن ان في حد وقع من الطائرة الرئاسية الامريكية في بولندا زي ما حضرتك هتشوف كده بسط هل سقط الرئيس الامريكي من الطائرة الرئاسية؟ ده ان خلي بالك الراجل ده بسطولش يعني ايه خلي بالك اول حاجة هتيجي في اعتقادك ان الرئيس هو اللي واقع ليه؟ لكذا سبب اولا جو بايدن له تاريخ من السقوط على السلالم في الطائرة الرئاسية زي ما حضرتك تشوف فيديو ده وبيدن لسه طالع وعلى فكرة ده كان في اول ايام رئاسته زي ما حضرتك شايف كده عمال يصط وهو طالع السلم فده دليل كويس ان بايدن ممكن يكون هو سقط تاني حاجة خلي بالك ان بايدن عنده 80 سنة ده اكبر رئيس في تاريخ امريكا يعني امريكا ما شفتش رئيس عنده 80 سنة وعاوز يترشح تاني يعني عاوز يترشح تاني تحية ان الرئيس اللي عنده 80 سنة ده قام برحلة مكوكية يعني رحلة ما يقومش بيها شاب صغير الراجل ده راح من واشنطن طلع على ألمانيا نزل في مطار ألمانيا وبعد كده طلع على بولندا ومن بولندا خد عربية لحد حدود أوكرانيا ومن حدود أوكرانيا خد قطر لحد كييف العاصمة الأوكرانية تشايف رحلة ده مش بس كده بعد ما خد قطر وزار زيلنسكي رجع تاني لحدود أوكرانيا وبعد كده رجع لبولندا في بولندا اجرى اجتماع كبير مع الرئيس البولندي وقعدوا يتكلموا خطاب موسع مش بس كده عاوز اقولك ان في مقر قامتو كان في ناس واقفة عمالة تتظاهر او تجمعات كبيرة بتطالب بايدن بإرسال المقاتلات 2016 زي ما احراجك هتشوف في فيديو ده ده عند مقر اقامة جو بايدن في بولندا حلو فراجل تقريبا ما نمش في بولندا كويس واكيد اكيد نمتو في القطر مش كويسة لانه واضح كده ان هو كان بيعقد اجتماعات مع تشايك سولا في المستشار الامن القومي زي ما احراجك شفت الصورة قبل كده ان جو بايدن اعمع جيك سولوفن فكل دي مؤشرات ان جو بايدن ممكن يكون هو اللي واقع من الطيارة هي الصحف الروسية اول حد اهتم من موضوع ده وقال لك لا مش هو دي موظفة صغيرة في البيت لابياد هي الواقع من صغيرة في السن مش صغيرة في المنصب بس هي موظفة في البيت لابياد هي الواقع والظاهر كده اجمع عليها من كتر التعب شوف يا اخي الرجل عن 80 سنة انا مش بحسده يعني اقعد فتاك انا بحسده ولا حال الرجل عن 80 سنة مشاع رجله زي الفل والست الصغيرة هي اللي واقعت يلا ما علينا مهم فمش دي صدت جو بايدن وخلي بالك الاعلام الروسي بيتصابق على اي خبر يخص الرئيس الامريكي جو بايدن طيب نروح بقى ليه اللي حصل في روسيا اللي حصل في روسيا كان قوي جدا لان تلعت صحيفة اسمها صحيفة وول سريت جونل صحيفة وول سريت جونل تمالي بتكتب تقارير قوية جدا يعني على طول بتكتب تسريبات هي واكسيوس من اكتر الصحف اللي بتصرب للإدارة الامريكية او بتصرب لاي دولة يعني مثلا كتبت قبل كده ان الصين بتودي اسلحة لروسيا والاسلحة اللي بتروح لروسيا دي هي مش بتروح بطريق مباشر لا هي كتبت تقارير بتاعتها ان الصين بتودي اسلحة عن طريق البضايا زي ايه مثلا من قطع غيار اه الطائرات او مقاتلات المايكروشيبس اللي هي بتوجه السواريخ بيبعتوها لروسيا فول سريت جونل بارع في التقارير والتسريبات هي واكسيس بزبط وول سريت جونل فجأة كده تلعت لك ايه تلعت لك على فكرة في استعدادات اولية خط بالك بس في الكلام استعدادات اولية في موسكو لعاصمة روسيا يتم العمل بشكل كبير قوي على استقبال مين الرئيس الصيني على استقبال الرئيس الصيني طب امتى قال لك والله بص احنا معندلاش تاريخ بالزبط محدش عارف امتى هو في الاستعدادات الاولية بس الراجل ده لو جيه هيجي اه يا شهر ابريل يا شهر مايه يعني شهر اربعة يا شهر خمسة ليه قال لك والله اصل شهر ابريل ده في عيد النصر الروسي وعيد النصر الروسي ده اللي بيقف بوتين في الراد سكوير او الميدان الاحمر وبيشوف في استقبالات الجيش الروسي بيجرى عرض عسكري ضخمة جدا في ذكرى انتصار الجيش الروسي عن نازية اللي اصلا بوتين بيتهم الجيش الاوكراني ان هما بيعيدوا احياء النازية فذكرى كويسة جدا ان رئيس الصيني يقف مع رئيس الروسي وهم بيحتفلوا بذكرى النصر الروسي وهم عشان كده رابطوا التاريخ تلك تاني حاجة قال لك والله ممكن يجي في مايو لان الراجل اللي هو رئيس الصيني عنده ارتباطات عنده اجتماعات فارلمانية في الصين كبيرة جدا واجتماعات حزبية مش هتخلص قبل شهر خمسة فيا حييجي شهر أربعة يا حييجي شهر خمسة حيا الخبر ده قوي منزل عمل رعب في وسائل إعلام الغرضية ليه؟ خلي بيالك الزيارة دي بيتم الإعلان عنها في وول سريت جونر وتاني بحب أكد لحضرتك أن الخارجية الأمريكية بتستند على الصحيفة دي يعني البلان الخارجية وزرعة الخارجية الأمريكية لما بتيجي توجيه اتهم لدولة تقولك وفكا لتسريبات صحوية وبيعتمدوا على تسريبات ووسريت جونر دي Då مش بيقول ذلك ابدا ٢لتوانيا او خارجية جزر القمر مع الاحترام يعني للدول دي انا بقول حالا tbsp الخارجية الأمريكية تقولك في تسريبات صحوية والصحفيين لما بيجوا يسألوا وزير خارجية الأمريكي او اي متحدث بيستندوا على تقارير ووسريت جونر دي فالصحيفية بتأكد رئيس الصيني حيروح موسكو وهنا الزيارة دي بعد اتهامات من واشنطن او من امريكا للصين انها بتفكر ترسل اسلحة لروسيا يعني خالي بيقولك ايه بيقولك رئيس الصيني رايح بعد ما طلع اتهامات من امريكا ان الصين عايز تساعد روسيا في الحرب وان الصين مش عايز تبعد بقى قطع غيار ومايكروشيبس لا 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 عايز يبعطوا اسلاحة 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 بقى سواريخ بقى وزكيرة وكلام ده كله بحيس ان هم هيدعموا النصب وجهة النظر الصينية ان موسكو بتحارب الغرب كله لوحدها وموسكو لو فضلت تحارب الغرب كله لوحدها والصين ما ساعدتهاش حتيجي نفس الموقف ان الصين هتحارب الغرب كله لو اكتاحت تايوان وموسكو مش هتساعدها فياجب ان الصين توقف مع موسكو ديوقتي دي وجهة نظر واللي مقتنع بيها الغرب مش بس كده الزيارة دي حتيجي بعد اتهمات من الناتو يعني خلي بقى لك سيكرتير الناتو نفسه طلق اتهم الصين وقال على فكرة ما هو في الصين غامل جدا جدا والصين بتفكر بالفعل انها ممكن تدعم روسيا وهنا حيبقى الوضع مقلب جدا فاتهمات من الغرب متوالية للصين فهل الزيارة دي ان رئيس صيني يروح موسكو ويعلن الحرب فعلا ويثبت بقى كل التقارير دي ان هو يتحالف مع الروس لانشاء متور وانشاء تحالف كبير جدا ضد الغرب حقيقة صحيفة وصير جونر بتكمل المقالة وتقولك لا هو مش راح يعمل كده هو راية يتحدث عن فرصة للسلام ليه؟ لان بيقولو على حسب الصحيفة ان في وثيقة صينية او ورقة صينية الوثيقة دي او الحرب هنها او عرض الورقة للسلام الارض دى اتعرض علي اوكراني والعرض دى الجانب الاوكراني وزير الشركة الاوكرانية اتسأل هل انتوا موافقين على الأو او الوثيقة الصينية دي قالهم تبصوا الوثيقة الصينية دي محل نظر بس ما عندناش العرض الكامل بس اي اتفاية سلام هتبنى على واحدة الاراضي الاوكرانية ده رد بالنص من المكتوب في صحيفة ووسي الجونال اللي الصين قدمت ورقة سلام لاوكراني فالصين هتعمل على محادثات سلام مع الروس والرئيس الصيني هيروح لبوتين ويعرض عليه اتفاق سلام مع اوكراني اتفاق السلام ده هل اتفاق السلام دائم بص اكتر حاجة ممكن تستفشر بها خير يعني كمة اعمالك يعني وقف اطلاق النار دي بقى ايه دي كمة طموح العالم وقف اطلاق النار فممكن ما يكونش اتفاق سلام ممكن ما يكونش استعادة اراضي ولا اي حاجة بس تكون وثيقة لوقف اطلاق النار ممكن هتقول لي طب والروس ممكن يهتموا بوثيقة زي دي لين اولا لان خلي بالك اكتر حليف دلوقتي الروسيا ما كانش هو الحليف الوحيد هي الصين اقتصاديا وديك شايف عسكرية بشكل جيد مباشر وسياسيا ودبلوماسيا يعني الصين هي اللي بتدفع عن الروسيا وصد الغار بدلوقتي دبلوماسيا فده حليف روسيا الاول هتيجي تقول لي طب ما كان روسيا سمعت كلامه في بداية الحرب ووقفت الحرب مثلا في اول شهرين ثلاثة لما الصين قالت كده حولك ماشي بس خلي بالك دلوقتي لو فعلا في وثيقة سلام وحتتقدم في شهر خمسة هيكون الجيش الروسي تطبق استراتيجيات كتير ومشي في عمليات عسكرية ضخمة وممكن ساعتها يكون شاف هيوصل في الحرب دي الحدية لان خلي بالك الهجوم الكبير على حسب معهد دراسات الامريكية للحرب هيكون في خلال الشهرين الجايين دول فساعتها هيكون الهجوم الكبير خلص او قد اهدافه او مقداش اهدافه ويبقى الروس عارفين هما رايحين فيه في الحرب ديه فممكن يقبلوا الوافق الصيني دي فدي حاجة مهمة جدا طيب معنى كده ان الصين دولة سلام وعلى حسب برضو الصحيفة بتاعته الصين عاوز تلعب دور اكبر في الساحة الدولية يعني اللي انا فهمته بمقالة ان الصين شايفة انها لو قدرت توقف حرب روسيا واوكرانيا هيكون لها دور سياسي كبير قوي في العالم ان هي الدولة الوحيدة اللي قدرت توقف الحرب دي بس الغرب متشكت جدا من تدخل الصين ولا مصدقين دعوة السلام ولا اي حاجة يا باشا ده اصلا كبير الدبلوماسيين الصينيين اللي هو اسمه ما عاوش اسمه غريب كده اللي هو رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الصين ده مش وزير الخارجية انا كنت فاكرة وزير الخارجية لا ده رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الصين موجود في روسيا دلوقتي موجود في موسك فالغرب كله متشكك في الصين واخد كلام سكرتير نيتو اللي قالك احنا متشككين في دور الصين الغامض لحد دلوقتي يا الصين هتروح تعرض سلام على بوتين متحاول تقنعه بي يا هتروح تأيده في الحرب وتعلن تضفق السلاح هتشوف تاني اللي هيحدد ايه اللي هتقوله الصين هو سيرة لعملات العسكرية الروسية في اوكرانيا الروس لو ما نكحوش قوي وخسارهم كبيرة مش هيوقفوا الحرب ومش هيبقى لقل عرض الصين هنشوف الدنيا تمشي ازاي بس هالي بالك من بعد خطاب بوتين حصلت هالي هاريبة جدا جدا بيلا روسيا لوكاتشينكو من كام يوم كانت لعقال ايه في مؤتمر صحف كده قال لصحف بيلا روسي قال لو اوكرانيا جندي واحد من اوكرانيا اطلق النار على بيلا روسيا انا هزيد من عدد قواتي من خمسين الف لخمسمينة الف شوفت دي عدد كبير جدا عدد ضخم جدا هرس الحيا ان الكلام ده اصبح ان هو ايه فيه افعال شوية ازاي مبارح اتحركت ابتر من كوافلة عسكرية كوافلتين انا بقولكش كتين انا مجيبش سيد كتين هم بيتكلموا على كوافل عسكرية كوافلتين عسكريتين تحركوا لحدود اوكرانيا الكوافل دي فيها ناقلات جنود فيها وحدات استطلاع فيها قوات خاصة بس عدد صغير مش كبير يعني خب بالك بس بس فيه تحركات عسكرية على حدود اوكرانيا طب هل حدود اوكرانيا ناحية بلا روسيا قوية ولا مش قوية وهل ممكن بلا روسيا تختارك الحدود الاوكرانية بص اولا لازم تعرف ان المعلن ان فيها عشر تلاف جندي روسي في بلا روسيا زائد ان تعداد الجيش لبيلا روسي خمسين الف فانت تقدر تتكلم على ستين الف جندي ممكن يكونوا جاهزين للقيام باي عملية داخل الحدود الاوكرانية من الشمال نخلي بالك حدود بلا روسيا اخطر من حدود روسيا مع اوكرانيا ان حدود بلا روسيا داخلة على القلب على طول داخلة في وسط اوكرانيا منها على كييف على طول منها على الليفيف واخطير نهضر مش سهل بس تاني ما حصلش اي اقتحام عسكري ما حصلش اي هجوم عسكري وخلي بالك ان اوكرانيا بنت خطوط دفاعية ضخمة جدا مع بلا روسيا انا واقف عند موزيع امريكي بيسأل جندي بلا روسيا بيقوله انتو مستعدين للحرب لو اتطلب منكو كده قال له احنا مستعدين وحنقطعكو بسناننا زي ما حركة تسمع كده بزرعة يعني هو بيقول الموزيع بيقوله وحنقطعكو بسناننا يعني هو بيكلم الراجل بيقوله حنقطعكو بسنان فالوضع على حدود بلا روسيا خطر جدا وخطرته في هموده اللي بالك نحنش عارف بلا روسيا هتشارك ولا اللي بتعمله ده من وراته وخلاص ولا اين اللي بيحصل لان لو كاتشينجو كله شوية يقولك احنا جهزين شوية متلاقيش حاجة على الارض بس خلي بالك نعترف ان باللا روسيا لما حصل الغاز والروسي على اوكرانيا فتحت حدودها للجيش الروسي سمحت للجيش الروسي ان هو يستارك اوكرانيا منها على حدود باللا روسيا فممكن تعمل حاجة زي كده ما نعرفش اللي هيحصل بزرعة بس في ظل الاوضاع دي كلها حصل حاجة تانية عند مولدوفا مولدوفا الاوضاع فيها مش ولابد شوية رئيسة الوزراء استقالت جي مكانها رئيس الوزراء تاني والحقيقة ان الموضوع هناك مش مستقر واللي ساعد على عدم استقرار مولدوفا هو النهاردة ان بوتين قدم وثيقة لسحب الاعتراف بوحدة مولدوفا طب فيه ساحب الاعتراف بص مولدوفا فيها منطقة اسمها ترانستيريا ياربكم بانطقة اسمها صح حاولت منطقة كذا مرة معرفت ترانستيريا دي دي جزء انفصالي من مولدوفا وترانستيريا دي جواها 1500 عسكري روسي مش بس كده جواها اكبر مغزن اسلحة في اوروبا كلها اكبر مغزن اسلحة وزخيرة في اوروبا صحيح اسلحة مش متقدمة مش الاحدث بس مغزن كبير والجزء ده من مولدوفا في بداية الجزء كان الروس عاوزين يقفلوا الجزء الجنوبي من اوكرانيا ويصلوا بقواتهم لحد مولدوفا عشان يلتحموا مع ترانستيريا دي حقيقة ان بوت النهاردة سحب الاعتراف بوحدة مولدوفا ما يعني ان هو هيعترف ترانستيريا دي انها جزء من روسيا او يدعم الكوات اللي هناك بحيس ان هو يسبب قلائر الجديد اللي طالع ان الكوات الاوكرانية تراجعت 2 كم عن الحدود مع مولدوفا خايفية ان تحصل حجبات من مولدوفا فانا عاوزك تبص اوكرانيا دلوقتي مش هتبقى موجودة وبتحارب على جابها واحدة اوكرانيا دلوقتي بتحارب في شرق اوكرانيا وعندها قلق في الجنوب من مولدوفا زاقت سواحلها مهددة بعملات انزال عسكري من كبل المراكب والقطول الروسي زاقت بيلاروسيا بتهددها من الشمال ايه بقى ايه التوهان اللي داخل فيه الجيش الاوكراني ده هيحصل له مشاكل كتير قابل طيب اللي انت توقف عنده حاجة مهمة جدا يعني دلوقتي فيه كلام في امريكا عاوزين يضغطوا جامد على الرئيس الامريكي يبعد مقاتلات F-16 هتيجي تقول لي امريكا هتخاف وامرها ما تبعد مقاتلات F-16 هروا الكلام دي كله ماشي بس كل حاجة بيبقى لها اول يعني بيقولك كيف ينفيش دخان من جير نار صح؟ الكلام دلوقتي داخل الاروكة الامريكية ان الضغط كبير وان نواب من الكونغرس ديمقراطيين منهم دينسي جرهام بيضغطوا بشكل كبير جدا على البيت اللابيات ان هو يرسل مقاتلات F-16 ليه؟ ليه يرسل مقاتلات F-16 لان سلاح الجو الروسي هيبتدي يشارك في المعارج بشكل اكبر خلي بالك الكام ساعة اللي فاتوا دول قام سلاح الجو الروسي بقصف كذا قافلة عسكرية اوكرانية او الجيش الاوكراني داخل اوكراني وعفكرة زلينسكي من عدة ساعات لسه طالع في خطاب يقولك خسيرنا العسكرية كبيرة جدا في اقليم لوجانسك لوجانسك بالذات ودونياسك فالاقليمين دول اللي بيتقدم فيهم الجيش الروسي بيشارك سلاح الطيران مش بكسافة بس ابتدى يشارك اكتر من الاول فدلوقتي الحل الوحيد ان انت تحاول تنشر اوكرانيا زي من رئيس الامريكي مبارح طلع الف بولندا ان هو هيقف مع اوكرانيا لنهاية ان هو يبعت مقاتلات عشان يمنع الغازو الروسي او الهجوم الروسي الكبير اصلا والا انا مش عارف المقاتلات دي هتطلع من اوكرانيا ازاي اوكرانيا معنداش ممرات او مهابط طيارات طويلة تسعف المقاتلات الكبيرة لان روسيا دمرت اغلب من مطارات الاوكرانية فأنا مش عارف طيارات دي هتطلع من دي بس في الاخر الكلام دلوقتي على F16 لو رجعت لمقارة لنيويوك تانز انا كنت عرضتها معنى كلمة لأه في النيتو وفقا لمقارات الحرب الغرب يقولك يقولك لا 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 هشنبعت مقاتلات مقاتلات ايه لا 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 فيش كلام دي شوية يبتدي الحديث عن المقاتلات ويبتدي الضغط عن المقاتلات شوية امريكا تطلع تقولك ايه تقولك احنا مش هنبعت الغرب اللي عاوز يبعت يبعت احنا مش هنبعت حاجة ويطلع الغرب يتخنقه ويقولك احنا مش هنبعت حاجة غير لما امريكا تقود رسال المقاتلات واحنا انا بعدها حنبعتها. حيلا. وفي الآخر ترسل المقاتلات لأوكرانيا. ت脸 دا اللي حصل في الدببات , دا اللي حصل فيْ سواليخ در دا اللي حصل فيْ سواليخ جاولن اللي اه مضادة للدببات ولدروع والكون دا كم تلك. بحصل كده بس بس. السؤال هل امريكة هتبعت الحاجات دي? انا لحد دلوقتي مشوفتش ال ذبب بات لائبرومز وصلت لاوكرانيا. خاريني بس نقمنطقيين يعني انا مشوفتش ث injاد دلوقتي من التدريب حد ما تصل للجانب الاوكرواني نشوف الدنيا يتمشي ازاي يا رب يكون صراحة لخبيرتك المنضوع بشكل مبسط ويا رب ينسوا للمصر يا رب تحيا مصر سلام تحيا مصر تحيا مصر يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين